اشتركوا في القناة مع شاعرة متألقة بالأحاسيس والمشاعر شكراً يعني الأستاذة نريمان رأيك بعثنا فيه دكتور نحن اللي شرف إلنا أنك تكون ويسعد صباحك ويسعد صباح لزيعة المحطة المحطة اللي هي تأديري أنا مميزة في المجال التقافي الاجتماعي شكراً كتير دكتور أهلا وسهلا فيك بداية خلينا نحكي عن هيئة تكريم العطاء المميز خبرنا أين تتأسست هيدا الهيئة وشو أهدافها؟ هيئة تكريم العطاء المميز تأسست بسنة 1996 وحصلت على العلم والخبر بالألفين وكانت أهدافها تكريم بعض النجاحين في الميدان التربوي في الميدان الاقتصادي يعني تكريم أفراد وشخصيات بارزة في منطقة النبطية تابعت الهيئة هذا النمط من التكريم وانتقلت إلى تكريم المؤسسات المؤسسات التربوية من مدارس ومؤسسات تربوية أخرى مؤسسات اقتصادية نجحة إلى آخرين إلى قام بالألفين وسبعة طلبت من الأعضاء اللي هني كانوا معي أنا ذاك ومازالوا نعم اليوم أنا منوجه لهم تحية كتير كبيرة منوجه لهم أكبر تحية وبقول أنا أنه التعاون اللي عملي يثبته هني هو مثالي نعم مثالي فانتقلنا إلى نوع جديد من التكريم كان أول هذا النوع انطلقته بمؤتمر تكريم البيئة عملنا مؤتمر حول البيئة والمجتمع وكانت خلاصته ونتيجه كتاب مميز عن البيئة والمجتمع ب680 صفحة يطال جميع الميدين البري البحرية الجوية للتلوث ومؤثرة التلوث وكيفية العلاج انتقلنا بالعام وأخذنا على عتقنا أنه كل سنة يكون عندنا نشاط من هذا النوع الكبير يعني فكان النشاط بالألفين واثمانتاش هو تكريم جبل عامل وكيف يكون تكريم منطقة تكريم منطقة وقاصة في لبنان نحن أغنياء بالتراث هو بجمع تراثة فقالنا لنجمع تراث جبل عامل عن طريق مؤتمر بعنوان جبل عامل تاريخ وواقع وفعلا كان هذا المؤتمر وشارك فيه 35 باحث وباحثة إضافة إلى رؤساء الجلسات وأصدرنا كتاب جبل عامل تاريخ وواقع اللي هو نتاج أبحاث المؤتمر أصدرني ووزعني قدمني هدية للمجموعات المثقفة وأنا كان دائما تصوري وتطلعاتي أنه أي كتاب من هالنوع هيدا اللي بيشمل مجموعة كبيرة من الأبحاث يساوي ثروة علمية نعم مية بالمية بالألفين وتسعتاش بدأنا نفتش عن موضوع جديد فكان همنا هو تكريم الاغتراب اللبناني وبالتالي تواصلنا مع رئيس المجلس القاري الأفريقي أنا ذاك الحاج عباس فوز وطرحنا عليه الموضوع وفعلا وافق وقال أنا على استعداد وكان شريكنا في هذا المؤتمر اللي هو مؤتمر البحث العلمي حول الاغتراب اللبناني ومن هذه المحطة بوجه له شكر وتقدير للحاج عباس فوز وقبل تنفيذ المؤتمر انتخب الحاج عباس رئيسا الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وتابع معنا بشكل متين ووثق العلاقة معنا وأيضا استطعنا من خلال العلاقة معه أن نصنع نوعا من التشبيك بين هيئة تكريم العطاء المميز والجامعة اللبنانية الثقافية ففي مزج بينهم؟ تشبيك يعني نحن نشارك في نشاطاتهم تبادل يشاركونا ويدعمونا في نشاطاتنا وبالتالي أيضا أعلن الحاج عباس فوز وهذا المؤتمر اللي هو الاغتراب اللبناني كان تكريم للمؤترب اللبناني وفي ظل الظروف الصعبة والظروف الراهنة أعلن الحاج عباس فوز رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ومن على منبر المؤتمر إنشاء الصندوق الاغترابي لدعم المزارعين الصغار أو صغار المزارعين نعم قد نحن الحاجة هلأ هيدا نحن بحاجة كبيرة لإله هيدا نحن بلبنان المزارعين يعني ما حدا عم يلتفت لإله لا الدولة ولا المؤسسات الخارجية ولكده إنشاء هذا الصندوق والله يحمي هلأ الزراعة عنا بلبنان أو ما تكون مظبوطة أنا بعتبره مهم فكان المؤتمر بـ 17-21 الأول ولكن الأوضاع الصعبة في لبنان وأقفال التركات حالت دون تنفيذه وتابعنا نحن نتحين الفرصة كما بقولوا لتنفيذ المؤتمر فنفذ في 21-22 كنون الأول وكان مؤتمرا ناجحا وبشهادة بعض الحاضرين من متابعي المؤتمرات بأنه مؤتمر دولي وليس مؤتمر وطن كان ناجحا جدا أبحاث المؤتمر تميزت وتعددت في كل الميادين الباحثين كانوا مميزين أنا بشكرهم جمعنا هذه الأبحاث وأصدرنيها في كتاب هو كتاب البحث العلمي حول الاغتراب اللبناني وهذا هو الكتاب وهذا تسع كتاب لأنه أنا فعلا كنت رئيس تجمع خارجي العلوم الاجتماعية وأصدرت أربع كتب أيضا هي نتاج لمؤتمرات هامة جدا منها مؤتمر الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وأثارها في بنية المجتمع الجنوبي مؤتمرتين الإعلام ووسائط الاتصال الحديثي وغيرها من المؤتمرات الهامة بمساعدة طبعا زملاء قيمين أساتذة في معهد العلم الاجتماعية ومن الأساتذة الناجحين والباحثين الأكاديميين كانوا خير معين نعم واليوم حقيقة بهيئة تكريم العطاء المميز أنا دائما بقول أنني أعمل مع خلية خلية مميزة ناشطة طبعا أكيد لو لها كل حدا له مهمته الخاصة له مهمته الخاصة تتوزع النشاطات وتسهر الليالي لإنجاح هذه النشاطات نعم وتتميزه كمان بوقت قليل بتقدر تحضره يعني كثافة نشاطات ووقت قليل تقدر تحضره فيه بسبب يمكن هذا التعاون يعني حقيقة أستاذينا ريمان أنه النشاطات هي مكثفة لأنه رغم أننا انتقلنا إلى نشاطات جديدة ومميزة بمؤتمرات لازلنا أنه نكرم الشخصيات الناجحة من أساتذة وأكاديميين وإكتصاديين وإلى آخره وما زلنا نكرم أيضا مؤسسات بهالإطار هيدا وأكتر من هيكي بمؤتمر جبل عامل تاريخ مواقع أعلنت ومن على منبر المؤتمر أن جبل عامل يحتاج إلى عشرات المؤتمرات وعشرات المؤلفات والكتب وسنتابع ذلك وفعلا انتبعنا وما زلنا نتابع هذه النشاطات برمضان الماضي المبارك عملنا نشاط كان هام جدا هو أمسيات شعرية وجمعنا في هذه الأمسيات التي طبعا توزعت على أربع أمسيات ما يقارب الأربعين شاعر وشاعرة وكنت حضرتك من بينتهم كنت أحد الشاعرات المتميزات فعلا وكانت القصيدة هي في جبل عامل إذن هذا تراث أيضا الشعر والأدب وكل الميادين في جبل عامل هي بحاجة لدراسي وجمعنا القصائد المميزة والناجحة وأصدرناها في ديوان هو قصائد عاملية نعم والملفت كمان أنه دايما بتختاروا شعراء الجيل الجديد يعني بتضو على قصائدهم وأشعارهم كمان هالشي كتير مهم أنه مش بس بتركزوا على شعراء الجيل الأديم أو شعراء القدمة مش بس بالشعراء بكل نشاطاتنا نحن نبحث عن الشباب والشابات لأنه المستقبل لهم نحن يعني نجمنا سيأفل بعد قليل فمن نستطيع أن نحضره لأن يتحمل المسئولية الاجتماعية الثقافية لأنه فعلاً الخدمات الثقافية الخدمات الاجتماعية هي ضرورية وخاصةً عندنا في لبنان في ناس تتابعها بشكل دائم في ناس تتمنيها في ناس معلشي أستاذة نريمان شعرتنا الكبيرة بل لك شغل البعض بيقول أنه في لبنان ما عاش في حدا عم يعرق يلا لنلجأ فوراً للجوجل للإنترنت لكذا أبداً أنا أقول بأن هناك في لبنان من يقرأ هناك في لبنان من يقرأ ويستلذ في الكراءة وهناك في لبنان ونحن في الجامعات نصر على أن تكون المراجع أن تكون المراجع هي ضمن الكتب والمؤلفات والقوانين ومشابه تكون هذه مراجع موثقة وفي متناول اليد ولنرتكز على مراجع الجوجل والأنترنت نعم طيب هيدا الإصدارات والمؤتمرات اللي عم بتقوموا فيها بحاجة كتير لنفقات مادية مين عم يدعم هيدا النشاطات خصوصاً أنه الكتاب دايماً عم يتوزع مجاناً نعم نشاطاتنا تحتاج إلى تمويل وخاصة في الفترات الأخيرة من 2017 وما فوق أنه في عنا مؤتمر وفي عنا كتاب يصدر وهذا الكتاب يقدم هدية للمشاركين في مهرجان التوقية مش فقط للباحثين والمشاركين لمجموعة من الناس نحن نطبع ألف نسخة من كل كتاب أو يحتوي على أبحث كنا نحن نعتمد على الخيرين من رجال الأعمال كانت مجموعة تدعم نتواصل معه ونجمع تبضعات للهيئة خاصة فقط في المؤتمر وفي الكتاب نعم هكذا كان في مؤتمر الأول الجنوبي الأول اللي هو البيئة والمجتمع جمعنا من شيء من عدة خيرين مبلغ لأنه كانت كلفة المؤتمر الأنذاك ما يقارب العشرين ألف دولار فجمعنا كلفة المؤتمر وكلفة اتباعها هيدا دليل على أنه قدرتوا تحصلوا على ثقة الناس فيكم وبنشاطاتكم اللي عبتوا فيها كان فخرنا وعزنا هو أنه حضور الناس للمؤتمر ونجاح المؤتمر دفع العالم لمساعدتنا صارت العالم هي تتصل فينا وهكذا حصل في المؤتمر الثاني اللي هو جبل عامل تاريخ وواقع في ثلاثة من أعضاء هيئة تكريم العطاء المميز الأعضاء الإداريين تكفلوا بتنفيذ المؤتمر وطباعة الكتاب وتقديمه هدية وهكذا كان المؤتمر الأخير هيدا الثالث اللي هو البحث الألمي المجلس القاري الأفريقي برئاسة الحاج عباس فواز أنا ذاك اللي هو اليوم حاليا رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية تكفل بتأمين كافة متطلبات المؤتمر والكتاب وما زال وقد أغضق على ذلك فشكرا كبيرا له نعم ونحن نقر ونعترف بأنه هو أخ وصديق أخ وصديق ومن أجل ذلك ليقيته الإنسانية علاقاته معاملته للآخرين خلتني أنا من على منبر مؤتمر البحث العلمي للإقتراب اللبناني أعلنه رئيسا فخريا لهيئة تكريم العطاء المميز الله يكتر من أمثاله يكتر من يدعم الثقافي ماديا ومعنويا لأنه نحن أكيد بحاجة للداعينين كمان بالمقابل ببلاد الإقتراب شو هي الخطوات اللي عم بتقوموها كمان لا تضوء على هذا الموضوع للجالي اللبناني ببلاد الغربي والله نحن نتابع دائما نشاطات المغتربين وكان عنا بالكتاب شي هام جدا حول أدب الإقتراب وشعراء الإقتراب والمدارس التي يقنشئت في الإقتراب يعني نتابعها ونحاول إحصائها ونحاول التواصل معها لأن المغترب اللبناني مش بس عم يسافر من أجل لقمة العيش كمان أقول كمان هناك مفكرين هناك أدباء هناك شعراء كمان يمارسون نشاطاتهم وهويتهم مع تحصيلهم للعمل ومتطلبات الحياة الصعبة أنا ذاك وحاليا في وطننا الحبيب لبنان وهون بدي أقول نحن بعد كل مؤتمر نعمل تقييم لنتائج المؤتمر فكان تقييم هذا المؤتمر الأخير اللي هو البحث العلمي حول الاقتراب اللبناني كانت تقييم بوجود وحضور الحاج عباس فوز رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وفي هذا الاجتماع أعلن عن عملية التشبيك بين الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وهيئة تكريم العطاء المميز ونحن نفتخر بذلك ونعيد بإنجازات هامة جدا في ميدان الثقافة في ميدان الخدمات الاجتماعية في الميدان التكريمي لأنه كله هذا تكريم وليس التكريم الفردي لبعض الأفراد ولكن لا ننكر أننا سنتابع أيضا تكريم هؤلاء الأفراد لأن لهم فضلا كبيرا على المجتمعات التي يتواجدون ضمنها شو الرسالة اللي بدكنت وصلوها للمغترب من خلال هيدا المهرجان أو المؤتمر ومن خلال الكتاب الواقع أنه البعض يعتقد بأن المغترب أنه خلاص اغترب وعم يؤمن حياته وعم يؤمن حيات أصلته أبدا المغترب هو الجناح الثاني للوجود اللبناني يعني المقيم والمغترب هما جناحان وهذان الجناحان بحاجة لبعضهما البعض واليوم الجناح المقيم هو بحاجة أكبر للجناح المغترب هو بحاجة لدعم هذا الجناح في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الراهنة في ظل الظروف والأوضاع المالية الراهنة التي نمر بها وصعوبتها نحن بحاجة لهم كيف يعني ممكن مثلا يقدم دعم مادي للبنان كيف ممكن المغترب يقدر يساعد لبنان من ضمن ما نتمنى نحن نحصلنا على شيء هو إنشاء الصندوق الاغترابي لدعم صغار المزارعين هذا أول مقدم وقلت أنا لنا طبعا من المغتربين أكثر فأكثر رح هيكون فيه وضمن التوصيات ضمن التوصيات رح هيكون فيه ما ندعوه بطاقة المغترب اللبناني حيكون فيه عندنا مركز توثيق للدراسات والإبحاث التي يقيمها أو ينفذها المغتربون اللبنانيون حيكون عندنا نوع من صندوق خاص على ما أعتقد لدعم المحتاجين في هذا المجال وأيضا طلبنا ومن ضمن توصياتنا أن يكون هناك نوع من الشراكة في المجالات البحثية إن كان على الصعيد الأدبي على الصعيد العلمي أنه يتأمن مركز توثيق للإنتاج البحثي اللبناني المقيم واللبناني المغترب وأن تجرى مؤتمرات في القارج يشارك فيها قسم من اللبنانيين المقيمين من الباحثين اللي إلهم علاقة في هذه الموضوعات وأن يشارك المغتربون اللبنانيون في الخارج في المؤتمرات التي تجرى ضمن لبناني على صعيد الأفراد وعلى صعيد الجماعيات على الصعيد اللي يكون فيه تكاتف وتعاون بادتنا بالضبط قبل ما يخلص وقتنا خلينا نحكي عن تاريخ حفل توقيع كتاب البحث العلمي للمغترب للاختراب اللبناني أين ترح يكون؟ نحن عادة أستاذنا ريمان كل إنتاج لإلنا نحاول نعمله توقيع فتوقيع هذا الكتاب حددناه بتاريخ 14 آدار 2020 لماذا تاريخ 14 2020؟ لماذا؟ لأنه هناك مرسوم وزاري يحدد اليوم الأخير من الأسبوع الثاني في آدار هو يوم المغترب العالم يعني هو عيد للاختراب اللبناني فقدش جميل كم هو جميل أنه في هذا العيد أن يقدم هدية كتاب البحث العلمي حول الاقتراب اللبناني فهذا شيء رائع يعني أكيد وأكثر من هيك أنه نحن سنتعامل أو نتعاون مع وزير الخارجية والمغتربين الجديد الدكتور نصيف حتي لحضور لرعاية هذا رح يكون حادر شخصيا وعدنا بأن يكون حادرا طبعا لم أتواصل معه مباشرة لم أتواصل معه رئيس الجامعة الرقافية اللبنانية في العالم وسيكون بإذن الله حادرا لأنه بـ 14 أدار هناك عيد للمغترب اللبناني وسيشارك الوزير الخارجية والمغتربين في هذا العيد بزيارة النصبة التذكاري الموجودة على البور حاليا وبزيارة الجنوب لأنه نحن صممنا أن يكون التوقيع في ثانوية حسن كامل الصباح في النبطية لأن حسن كامل الصباح العالم الفض هو من أوائل المغتربين اللبنانيين نعم فليكن في مؤسسته هذا القوقيع هذا من جهة ومن جهة ثانية أنه الجنوب كمان أيضا له حق أن نضيء عليه بكل الميادين وهذا ما سيكون خطة عملنا المستقبلية بدي أستغل وجودي هوني وبدأ أقدم تحيي تحيي لجميع أعضاء الهيئة الإدارية الذين أتعاون معهم نعم والذين يشكلون خلية نحل ناشطة في عملهم الاجتماعي في تعاونهم هم قدوة جميعهم من الناشطين المتميزين الذين يعني إذا في يقول المختصين في العمل الاجتماعي فشكرا كبيرا لإلهم وشكرا لرئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم حج عبد السويد وشكرا لرئيس المجلس القاري الأفريقي الذي أيضا سنتابع التعاون والتعامل معه وشكرا للأستاذة نريمان شكر إلاك علوش التي ستكون معنا في تقديم هذا الاحتفال بإذن الله شكرا كتير دكتور لحضرك معنا وأنا كمان بدي ضم صوتي لصوتك ووجه تحية لجميع اللي ذكرتون وأتمنلكم التوفيق دايما بجميع نشاطاتكم شكرا لأليك أهلا وسهلا يخليك مشاهدينا لحظات قليلة ومنتبع سوا